تقريباً حوالي 30 مليون تتكلم 20% من قيمة نادي الاتحاد ورغم كل ده احنا ما شفناهش على أرض الواقع نادي الأهلي نزل بشخصيته الضغط احنا وجبنا أول حالة نجابها بأنك قدي الراجل مركز في كل حاجة هو نازل يلعب بشخصتي نادي الأهلي هضغط من أول دقيقة لا هبص الأسامي ولا هبص الفريق اللي أنا بلعبه أنا بديله كل احترامه بس وانا بضغط أنا عارف اللي بعمل إيه أنا مش بضغط اعتباطاً ولا بحط التشكيل لأنا عايزة أجيب كوكا فهلعبه النهاردة على حساب دي أنجلي بلعب في آخر 10 ماتشات بشكل أساسي ولو دورت على آخر ماتش الكوكا هتلاقيه من 7-8 ماتشات ما كانش موجود ولا حد كان يتخيل وحتى الناس اللي كان بتتابع التمرين ومران الرئيسي مبارع ما كانوش يتخيل ولا حد جاب سيري الكوكا بس هو رجل كان تفكيره في إمكانات نادي الاتحاد اللي هو عنده ناحية اليمين بتقدي بشكل كويس اللي فقه مهند الشونكيتي وبيمين معاه كانتي ورمرينيو بيبدأ نخش في عمق الملعب تحت كريم بنزيمة رحاتت أحمد حساب كوكا أحمد نبيل كوكا ناحية الشمال اللي موجودة في الاتحاد زكريا وساوي وبيبين معاه جور كرنادو وفيصل الغمدي رحاتت إمام عشور قدام محمد هاني وطبعاً الأدوار اللي كان بيقوم بها بيرسيتا ومحمد هاني على أطراف الملعب لو جبنا الحالة دي أول حالة هتبين لك قد إيه إن الراجل كان ضغط من أول دي التعليمات اللي كانت لكوكا كانت واضحة إنه يرفل المساحة جنب علي معلول أوقات كتير هتلاقي إنه كوكا هو اللي كان بيوقف عليه اللي كان بيزيد علي كان بيتحاول العيب رقم 8 وكوكا هو اللي يوقف كباك شمال عشان يقوم من المنطقة دفعية دي السنتارة لسة لسكور برد مكانش لسة تحط النادي قالي بيضغط بكام لعيبة يا كريم أربع لعيبة بالضغط العالي من أول دي على فرقة الاتحاد اللي أنا هنزل هلعب كده أنا مش هنزل إنت سنتارت أنا مش هتراجع للخلف وإنت هتبدأ تشتغل بكورة لا أول راجل نزل بشخصيته الكورة اللي بعديها نفس دي التوزيع اللي هو اشتغل عليها يا كريم السلاسي بتاع وسط الملعب هتلاقي مران عطاية ولعيب رقم ستة على شماله كوكا على يمينه إمام عشور عشان يقفل أطراف الملعب ده بيبين لك قديني راجل كان يساكر الفرق لو جبنا الخريطة الحررية لإمام عشور وإحمد نبيل كوكا هتلا بيبين لك قديني الراجل برضو كان مدي تعليماته للعيبة دي إنها تقفل أطراف الملعب اللي يعتبر أخطر حاجة عند نادي الاتحاد هي أطراف الملعب دي الخريطة الحررية لإحمد نبيل كوكا كل التحركات بتاعته يا كريم في المكان اللي موجود فيها علي معلول التأمين الأكتر حتة أطلية هو اشتغل فيها التأمين اللي أحمد داوي دي الأماكن اللي تواجد فيها أكثر أحمد نبيل كوكا ووضح أنه كان وضح أنه مهمته الأولى تأمين المنطقة بتاعت علي معلول دي ما يسيبوش لوعده لو جبنا بقى بتاعة إمام عشور هتلاقي نفس الأدوار يا كريم اللي كان بيقوم بها كوكا ناحية الشمال نفس الأدوار كان بيعملها إمام عشور قدام محمد هنا عشان يقفل أطراف الملعب قدام أخطر أتنين وأخطر مفتاحين اللعبة موجودين في الاتحاد هما البكات مع جور كرندا وكانتي اللي كان بياخد حرية في الحركة في المساحة اللي كان بيفرغها له رماريني لما بيخش في العمق ويبدأ يشتغل ما بين الباك وما بين المساك في النادي شايف التفصيلة؟ معلش أنا هسيبك تكمل بس التفصيلة قدية الراجل مذاكر هو تركز إن إمام عشور ونبيل كوكا يغطع مع علي معلول ومحمد هاني عشان ما يجهدش قوي بيرسي تا وحسين الشحاد عشان مش عايز يفقد القدرات الهجومية خالص في النادي الأهل فالأهل يظهر هجوميا بشكل كويس وظهر دفاعيا بشكل كويس توفير المساحات وتوفير الجهد البدن لأطراف الملعب بتبقى المهمة الأساسية للمدرب في طريقة 4-3-3 ولو جيت بسيط هتلاقي كل الفرق اللي في العالم بتلعب 4-3-3 هتلاقي الأدوار بتاعت العيبة رقم 8 الدفاعية دورهم الرئيسي والأساسي إن هو يفرق مساحات الجري ومساحات الجهد البدني للعيبة الأطراف الأطراف الملعب اللي قدام إن هم ما ميرجعوش للتلت الأخير هتلاقي في محمد صلاح في ليبربول هتلاقي اللي بيلعب قدامه قبل كده كان هندرسون قبل ما يمشي من الفرق كان دائما هو اللي واقف وراء محمد صلاح بيأمنه بشكل كبير ناحية الشمال نفس الكلام